أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآله محمد نشعركم شعورنا الأبطال نبدو ياكم بكورس جديد بالمرحلة الرابعة كورس السيرجري شباب ما يحتاج انه بعد انه كل ساعة نعيد بالموضوع وقد نقلكم يقد اهمية الجراحة والباطنية بالمرحلة الرابعة يعني اعتقد الموضوع صار هلقد ما عيد عليكم صار ممل ومجرد انه راح اخذ من وقتكم وانت ان شاء الله موعدكم وقت ولو هذه الموضوع الرابعة يعني بيها هواء وقت انه الضبطون الباطنية والجراحة صراحة بس الموضوع وقت اللي هذي ضائع وقته شبابنا حبوايبي السيرجري الجراحة بشكل عام تقسم الى اقسام وتدرون به الشي هذا الجراحة بها اللي هي الجنرال سيرجري يعني اللي هي الجراحة العامة الجراحة العامة ايش تضمن تضمن شك وشغلات بالجي اي تي شك وشغلات بالجي اي تي الاسوفيقاس الاسطومك الانتستين كلها احد يعني الركتم كل هذي هو شغلة الجنرال سيرجري يعني بالجنرال سيرجري إش ناخذ احنا إناخذ الأمراض اللي تخص هالت المريء وذني السوالي في الجي اي تي الشغلات اللي تخصهم الامراض اللي تخص ناخذهم و بالاضافة لبالاضافة ناخذ شنง الـ اوبيشنات لـ السيرجري يعني شو قد نحتاج سيرجري اللي هي؛ شنو إنواع السيرجري والكل جزء بالجي اي تي. هل ناخذها همين بالجراحة العامة. بالاضافة الى انه الجراحة العامة تشمل تشمل öyle. البرست. تشمل الثيرويد هذيني الشغلات الجراحة العامة. عدنا بعد عدنا النيرو سيرجري الي نقضها بالمرحلة الخامسة. بالمرحلة الخامسة ناخذ الاقتصاصات الفراعية من الجراحة العامة اللي نسميها الماينار. يعني شنو مثلا ناخذ الكسور ناخذ الجراحة البولية والاستهم راح تأخذون جراحة بولية هنا من المرحلة الرابعة ومرحلة الخامسة بعدabil calves تأخذها بس غالبيتها تأخذوا هنا ك V يعني الفياس الجراحة الجملة العصبية هذل مكانوا وتأخذهم тот副 الجراحة التجميلية لبلستيك سيرجين وان ناخذ الذينين أخذهم بالمرحلة الخامسة فهسة احنا اليوم ان شاء الله راح اخذكم وقت انا راح اخذكم شنو بالجنرال سيرجري ان شاء الله الجنرال سيرجري ان بس هذا هذا يعني اطيتكم فد خطة عمل او خطة للجراحة بشكل عام اوكي ما منطرقنا لا الباطنية ولا البقية بس ده احتي على الجراحة حاليا زين اه السيرجري شباب حبايبي بس ارجوكم انتم تدعفونا بطريق الشارحي شباب اريدكم تتبهونوا يا ايه كوب شاي لا كوب قهوة يومكم ويا ايه عوفوا كل شي رجان اذا مشغولوا بغير الشغلة وتريد تسمعوا بسرعة اعوفوا المحاضرة ارجع لها غير وقت خوش اريد المحاضرة مثل القصة اريد تتمتع بالمحاضرة اوكي زين حبايبي محاضرة اليوم محاضرة من اسم بعض عنوان مالته the adrenal gland and other abdominal endocrine disorder اوكي انتبهوا يا رجان حبايبي الادرينالجلاند شباب شباب المحاضرة ما اليوم هي المحاضرة اصلا شوية مزعجة اه اه حاطي لكم اياها شفت الملف مالته كلش يعني كلش يعني كلش كاظين المعلومات كلش هوية ودامجيها دمج وصايرة خربة طبعا اذا تقراها واحدك يعني اصلا تعوفها اوكي ونصر احنا يعني ما قرناها باكيتها لانها لقد ما معلومات هيجي مجرد بس تكتل معلومات لا اكثر ولا اقل فرجاء انتبهوا يا راح سويلكم ياها اصلا شوفون الشرح شو راح شرح لكم ياها ان شاء الله بحيل الله اوكي نقول بسم الله الرحمن الرحيم محاضرتنا اليوم شنو شباب محاضرتنا اليوم الادرينالجلاند اوكي محاضرة اسمها شنو الادرينالجلاند الادرينالجلاند من اسمها شباب شنو هي هي هيقلاند اوكي يعني شنو غدة اوكي زيان اني اهنانه الادرينالجلاند شباب اقول لك باعوا بس باعوا تكمل عنوان المحاضرة عنوان المحاضرة عن اذر ابو مينال اندوكراين دس اوردر يعني شنو يعني شغلات ديسوردارات وين بالإندوكراين يعني بالغدد الصماء فهمتوني يعني هذا موضوعنا ما لليوم هو موضوع العلاقة بين السيرجري وبين الإندوكراين سيستم اللي هو بالبطنية المفروض يعني فعلا نظام صحيح المفروض احنا ناخذ الإندوكراين سيستم وبعدين شنو ناخذ الإندوكراين سيستم مش وقت نحتاج السيرجري به يعني مثلا ناخذ على سبيل المثال اي مرض بالإندوكراين مثلا الكوشنغ اللي هو رح نحكي عليه اليوم شوية ما رح أطبكم تفاصيل تفاصيل الإندوكراين سيستم الأمراض مالتا الثايرو ديزيزز الهايبر والهايبو والكوشنغ والكونس وذن السوالف كلهم وين ناخذهم بالكورس الثاني بالبطنية طبعا فالشي خبل الإندوكراين بس الشغلات اللي يخص الإندوكراين السيرجري مالتا اللي تخص الإندوكراين اليوم رح ناخذها أوكي زيان لعد الآن متفقين أوكي فخاف أحكي لكم معلومات هسه بالبداية أحكي لكم معلومات تخص الباطنية بالإندوكراين لا تقولون الدكتور ليش تشرح النباطنية ليش تضطيني هذن المعلومات لا هذن المعلومات مهمات ضروريات أنه تحفظوهن وتحطوهن ببالكم قبل لا تشوفون السيرجري ليش لأن راح تفيدكم بهاي المحاضرة وبالمحاضرة الجاية وتفيدكم بالإندوكراين سيستم بالكورس الثاني يعني أنا دقينا ماذا أدمجي لكم أكثر من معلومة بنفس المحاضرة يعني فتطلعوا مستفادين من عده حسنا من يوجد المعلومات قال إذن ما تسميها إصمات لأدكراين لا تسوأ former انتبهوا اياي الادرينالقلاند الاسم الثاني مالته يعني شنو يعني اسمه سبرا سبرا رينا لقلاند اوكي يعني شنو سبرا يعني فوق الكلية اوكي من تهين من عدة على مود نعبر لا نظل نطول اوكي اذا هسا عرفنا انه الادرينالقلاند ما نقع حوين فوق الكلية اوكي زيان الاوبجيكتف مالتنا مال المحاضرة مالتنا انه ها عسري على مودلان طول نعرف الاناتومي والوظيفة مال الادرينالقلاند يعني شنو هاي الاناتومي والوظيفة يعني الاناتومي بما يخص سيرجري والوظيفة بما يخص فيسيولوجي اللي هو يخص بطنية بالاخير اوكي اوكي ان اذا الابدومينا الاندوكرايني قلاند الدياغنوس طبعا هم ممكن رح ياخذ هاي بسي تحتي يعني هذا شون اسوي تشخيص وشون اسوي امنج هاي الاندوكراين وهذا طبعا هم ممكن رح ناغذب هاي المحاضرة ناغذ فقط بما يخص الادرينالقلاند هاي يعني جامحة The rule of surgery in the management of this endocrine disorder يعني هذا اللي هو احنا كسيرجن كجراحين اللي احنا الريدة ايش وقت نستخدم العملية او شنو الاوبشينات ما السيرجري بالاندوكراين بما يخص الادرينالقلاند اوكي زيان شباب رح ناخذ بالبداية خلوا ببالكم شغلة شباب بالجراحة بالسيرجري بالسيرجري حطوا ببالكم معلومة قبل كل موضوع قبل كل موضوع سيرجيكل لازم انا اخذ اناتومي حتى لو فد ملخص بسيط عن الاتومي حتى لو صحتكم فد نبذة بسيطة عن الاتومي مو الا تحافظون الاتومي وطبعا لازم الكل تعرف الاتومي بس اكو شغلات كلش معقدة مو ضرورة تحفظون خنقول حتى لو فرض الاناتومي خنقول اوكي فالاناتومي لازم مقابل كل موضوع لازم احنا العرفه اوكي من التفقين زيان شنو الانتومي موال الادرينالقلاند عرفنا انو الانتومي موال الادرينالقلاند هي فوق الكلية صاير موقحها على الكلية قلنا الاسم الثاني مالاها جبت لكم السلايد على مودي الأنتمي ولا أخصكم يا بدن للكلت سلايدات أربعة القلاند قعرفنا انه هي الاسم الثاني مالاتها اللي هي السوبرارينال القلاند السوبرارينال القلاند يقولك يعني شنو يعني هي بين الهايبوثلامس اللي هو بالبرين وبين البتيوتر يهمين بالبرين وبين الرينا الكورتكس هذا الاكسس هسا اجيش راح لكم ياه وانتم ماخذي اعتقد بالفيسيولوجي اوكي زيان هذا شوقت هذا الاكسس يتفعل على مودي ينظم شنو سترايس رسبونس ومن الميتابوليزم اوكي من تفقين من عده زيان راح يحتي لك شوي عن الانتومي مالاتها والهيستولوجي مالاتها يقولك يعني شنو يقولك هي غدد صفرة يعني عضو اصفار صاير وين ريترو بريتونيوم تعرفين شنو معنا ريترو بريتونيوم بالانتومي وشنو بعد وان صاير بالابربول مال كدني اوكي زيان اللبول مالاته تقريبا على تيتويلد ثوراسيك فرتبرا اوكي تعرفون تيتويلد ثوراسيق صارت ربيتونيوم من وره تقريبا هي يعني فعلى تيتويلد يعني بمستوى اقصد تيتويلد وسراندد باي رينال فاشية اوكي وتسبريتد من الرينال عن طريق البريرينال فات هذا كل شغلان اناتومي مو ضروري ان تحفظوه بس خلوا بالكم لا اكثر ولا اقل اوكي ايجي قلاند هازا ان امرتر يالو كورتكس هاي قالتكم تعرفوها انه القلاند بيها يلو كورتكس اوتر وبيها مدلة اللي هو صايرة بالسنتر اوكي زيان شنن الارتري اللي غذن هاي القلاند احنا لانتهم لازم نعرفه هو وين موقع اللوكيشن باعبن انتهم لازم تعرفون لوكيشن مالته اوكي وتعرفون السبلاي البلاث سبلاي مالته سواء رينال سواء ذين اوكي الارتري مالته الارتري مال السوبرارينال او الادريالال او من اسمه سوبرارينال او شي غذيها سوبرارينال او 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 سبرا رينال، الصبرا رينال. ههذا تسمية اليقلاند مو اعتمتوني؟ على اليقلاند ان تسمى العقل. اعيد. اللي يغذي السوبرى. رينال.âmال اجلاند في قليل يغذي هي 36 انتيございます. ثلاثة نسميها سوبرى رينالally vegetables transphobic بس واحد ان سميه سوبرى, واحد ، واحد الصدفة رينالالNO kh banned food ينشئ منسيس منين،yoين Eightfold cheeks pasture. توقيت الانيفريةف فلاحظة بالنسبة للمدل سوبررينل آرتري مباشرة يجي من لأبدومنيل ايورتة وهذا المدل وهذا السوبيرير ذنيه ذني السوبيرير اوكي وهذا الإنفيرير يعني شن من الرينل آرتري يعني آرتري هو جاي اصلا المن رايح رايح للكلية رايح للكلية هذا الارتري وديغضو دينطيب رانش ياroychmal يطبي رانش المن للسوبرارينل لقلانت مباشرة يعني هو هذا السوبرارينال ارتري من طالع من الايورتة طبعا طالع من الابدام من الايورتة دي غذي الكلية هو رايح للكلية بس بالطريق ان من انطى برانج انطى برانج للأدرينال اقلانت اللي هي صارة على الكلية نسمينا هذا البرانج نسميناه انفيريار سوبرارينال ارتري اوكي اذا اعيد السوبرارينال ارتري هذا السوبرير ينشئ من الانفيريار الفرينك ارتري اوكي الميدل من ينشئ الميدل الميدل ينشئ قبل من الايورتي اوكي والانفيرير سوبرارينا الارتري هذا خلوا مهم تحفظوا بالكم تخلوا بالكم الانفيرير ينشئ من الرينا الارتري اوكي متفقين لحد الان زين الميدل من الروم الآتري حيث هاي بالنسبة الارتري اللي hecho لع Tacope أقصد من كل سوبراريان الارتري بالنسبة للرايت سايد بالنسبة شباب للرايت سايد الفين اللي يعني اللي هو السوبرارينال الفين اللي المن يعني ينطي وين يصب يصب بالانفيرير فينا كافة on the right يعني قبل بالانفيرير فينا كافة بينما بالليفت يروح للرينال الفين انتبهوا دائما عدي رينال الفين وعدي رينال آرتري اثنين الرينال آرتري يطي فرع للرينال سوبرارينال غلاند الرينال آرتري يطي فرع للسوبرارينال وبنفس الوقت فقط هو شنو يصوب بي شنو يصوب بي واضح اعيد على موت الخاف صالة خربطة عليكم انتبهوا رجعا شباب شباب هساني معد ها كليه شباب هساني معد ها كليه شباب ها كليه وها كليه وفوقها شنو عدي خانقول ها شويه مو مو كلس بالرسم وفوقها شنو ها رسمي بالأخضر شنو ها عندي القليل او الا استخدرني هاي ادرينال قليل هاي الاستخدرني شكوشي يزوده او شكوشي يطلع من عده نسميه سبرا رينال هي من موقحه سارة سبرا رينال قلنا احنا انو اقو ثلاثه ارتريات يزودنها شنو ان الاطريات يزودنها واحد هذا آرتري هذا آرتري هذا آرتري خنقول هسه هاي الرايت سايد الرايت وهاي اللفت سايد زيان طبعا هسه هذا الرسم ايجيه ايج عرض من عنده سراحة يعني بديتها رسمة يعني ما مخطط له او شي بس انتبهوا يا رجان ذن الارتريات الاول واحد اللي فوق نسمينا سوبيريا بالنص سمينا سوبرارينا الارتري والجوه سمينا انفيريار سوبرارينا الارتري اوكي زيان السوبرير مين نشأ السوبرير نشأ اللي ايجالي مني ايجالي من الانفيريار فرينيك ارتري اللي هو الفرينيك نيرف يعني مجاول الفرينيك نيرف اوكي مجاول الفرينيك نيرف مو هذا الفرينيك ارتري انتبهوا انفيريار فرينيك ارتري اوكي زيان هذا بالنسبة للسوبرير الام الام من اسمه الانفيريار الانفيرير هذا الارتري مين نشأ راح للكدني مين راح للكدني يعني مين اجي هذا الارتري اجي من ارتري اكبر من عنده شوية هيك ارتري جاي هيك بالعروض كأنما يريد يروح يزود الكدني دي يريد يروح يزود الكدني فقطة مباشرة فرع برانش المين قطة للسوبرارينال يا هو هذا الطاء اللي هو راح للكدني اذا ش اسمه اسمه رينال ارتري اوكي هاي بشكل مختصر هذا بالنسبة الارتريات الفينات شوي راح يختلف الفينات راح يطلع بس مجرد فين واحد منانا وفين واحد مننا هذا الازرق باعه فين وفين هذا الفين اللي هو عالرايت سايد وين يروح يروح يصوب وين بالانفيرير فينك هذا بس بينما ابو Olive sai ما يروح قبل الانفيرياذينة كافا وين يروح يروح للامال اللي هو ال rainfall اوكي يالله يروح يعني الانفيري glue���itionة كافا واضح شباب هذا يروح للرين وتاريięcyلئ الليفت يروح للل هذا الاناتومي ليس الاناتومي شباب تقولون دكتور ليش لحيت بالاناتومي شباب الاناتومي مهم بكل جراح كل سرجون لازم يعرف الاناتومي خينا نكون متفقين هاي مو باطنية الباطنية لازم شو تعرف بيها شباب بس علموا سرعتكم يعني اساس قوي بالقراية باتر عقبول الباطنية لازم تعرف بيها شنو الفيسيولوجي والنورمال فكشن النورمال على موش تعرف تعرف الاب نورمال على مو تصريت التقويب الباطنية مثلا خذت مثلا اي مرض بالباطنية هابرتينشن دابيد اسميليتاس تعرف شنو يدي يسوي النورمال فيسيولوجي موال الجسم بعدين يلا تبدي تشرح الاب نورمال اوكي زيان نرجع الموضوعنا ها خذنا هسا الاناتومي بشكل عام هسا اكو بعد سلايدات بالاناتومي هو مقطي كميات يعني الدكتور حاطي الكميات بس ما يطلع من ذني هاد شرحة الكميات اقريبا كله خينقود زين ارجوكم انتبهوا يا حباي انتبهوا يا حباي انتبهوا يا الغالبي الاندوكراين ديسوردر غالبي انتبهوا يا لا قلت الكلاني الغاليبية الاندوكراين ديسوردر رح ناخدها هي تنشأ من من أكو انه خلل بالالادرينالي للانهي المش يعني خنقول القلاند الرئيسية بالاندوكراين سيستنوكي زيان زيان الميني ينشأ من الهابورثلا مصلي وصائر بالبراين يطين الكورتو كروترافين رعزيك هرموني لن تطير البيوت الريقلان على المنطقة ليس تطير البيوت الريقلان طبعا نصل على أكثر من الهرمون على اخره واحد من عدهن رح يطير الاهرمون الريناكورتهريلي اللي هو الـ ACTH والـ ACTH رح يجي حفظ على المدى الـ هذا اطره الكورتزول لقطة الالدوستيرون وتفرز الاندرووجين سأتينا نتحدث كلنا خبعوا لكم من يحكيين. ادرينا لا تتنقلوا ما مهمة. هذه الاكسس يعني شنو هاذا الاكسس شباب. يعني شنو. باع انتبه يا رجان. على مو بعدين مين راح اجي اشرح على مو تفتموني اش داعي ارجوكم انتبه يا انتباه. انتباه. اوكي زين. شباب انتبه يا حبايب. الكورتيزول. الادريناد الانت هسا شكتنا خلنا نحتي بس اسا المعطيات اللي قدامنا. الادريناد الانتباه لانتباه. راح تفرز الكورتيزول صح لو لا. اوكي فرزت الكورتيز الكورتيزول. زين. اني هنا الكورتيزول من فرزة اللي إياه. هاذ الكورتيزول راح يبده يصعد بالدم. اوكي? راح يبده يصعد زين. الكورتيزول راح يحي يسوي وظائفه زين. بس اني من دايس يصعد بالدم نش راح يضطيني? راح يضطيني. يضطينه بالمع اني يقولها بعد لا تفرزين 아سباني زيني segundo لانه قائد وتففرج الاشترظي ، لان وعي اصلا لا يصب أستعد Schweizer آدم فيonduز الكورتوزول كو عالي فاذا الادرنودلات بعد ما راح تفرز كورتوزول ليش لان الاي سي تي اتش راح يصير عنده بي نكا دفيد باق واضح اعيد اذا الكورتوزول عالي اذا كميته عالية راح يسوي لي نكا دفيد باق على ما دقولها بعد لا تفرزين اي سي تي اتش ويسوي نكا دفيد باق على هاي بوثالماس على ما دقولها لا تفرز سي ار اتش اوكي الكورتوكورتوين يضيزيك فرمون واضح شباب هذا المبدأ العمل مال الاندوكراين sytem بشكل عام زيان لو فرضنا انه انو اني الادرنانيغلان هاي مده تفرز الادرنانيغلان تفرز كورتوزول بكمية قليلة على المستوى الطبيعي مالته بهالحال هاي انو ايش راح يصير عندي هاي كميته قليلة صار بيدروبنج زيان هناش راح يصير عندي بوزاتي فيدباك بوزاتي في خضرة راح يصير بوزاتي فيدباك البوزاتي فيدباك راح تقول للبيوتويتر اي بيابو تيوتري فرزيلي بعد الاهي سيتي اجه على مود الاهي سيتي اجه يحفز الادرانجلان على مود يزويد الكورتزول افراز الكورتزول وبالتالي يرجع للمستوى الطبيعي. اوكي هذا المبدأ مع الهايبوثيلوميك بيوتري اكسس. اوكي هذا المبدأ مع الاندوكرين كله خنقول مو بس ما الهايبوثيلوميك اوكي زيان? واضح لحد الان زيان افتهمنا هاي هسا خدنا الاناتومي زيان كهيستولوجي عُّفوش شون وفرق بيننا ، أنا أُمِه أجزاء الهيستولوجي نجي نفصلة انشرحها خنقول اوكي زيان الهستولوجي شبيها الادريناليقلاند بشكل مختصر شباب على مدلاء اطولها عليكم اجيب لها مننا واديها مننا بيها 3 شغلات الهستولوجي بيها الادريناليقلاند بيها شنو بيها كابسول كابسول وبيها كورتكس جو الكابسول وبالنص اللب مالتا خنقول اللبة اللبة مال الادريناليقلاند هي شنية هي المدلة اوكي زيان دكتور ليش دتقول لنا هي شباب حبايب الكورتكس الكورتكس مال الإدرياني learners إلها بيها وظائف تفرز هرمونات معينة المدولة بيها تفرز هرمونات معينة اوكي زين الكورتكس اللي هي هاي المنطقة هاي الوردية هاي المنطقة هاي المنطقة الكورتكس إجوش الشباب قسموها يعني مو الشباب العلماء أقصد العلماء إجوش قسموها إلى ثلاثة أجزاء اللي هي zona glomerolosa وزونا fasculata وزونا reticulars اوكي زونا glomerolosa و fasculata ورتiculars كل وحدة من عدهن تفرز هرمون معين باع انتبهو شون العلمات عمق باع هاي الأدرياني قلاند الصغيرونة الضئيلة الأكتافة صغيرة هاي الأدرياني قلاند اللي هي سوبرارياني قلاند باعه قد بيها سوالف بيها كورتكس وبيها مدلة والكورتكس قسموها إلى ثلاثة أجزاء لقلورومليوزة والفاسكولاتة والريتكولاريس وبيها مدلة فهمتوني؟ هذا الأجزاء مال من مال الهيستولوجي مال من مال الأدرياني قلاند هاي بشكل مختصر هسي ش راح نجيحن؟ هسي شاخذنا شباب أخذنا الأنتومي وأخذنا الهيستولوجي أنا هسا سليدات لذنني حطتكم يومها لأنني لкахصنا الموضوع كله بعدين هسا هم راح أحتي سليداتكم الحط لكم ياها بس سليداتكم نفس الحجة هذه بما يخصنا الأنتومي والهيستولوجي زي explanation الادرياني شباب هسه ما ياخذنا الانتومي والهيستولوجي راح ناخذ ش راح نجي ناخذ راح نجي ناخذ الوظيفة مال من مال الادريناليقلاند الوظيفة هي شين من اسمها الى غده صموة اذا شرح تفرز هرمونات للدم وبالتالي احنا رجلت لكم كل واحدة رح تفرز هرمونات رح ناخذ الهرمونات اللي رح يفرزنهن وكل هرمون شي يسوي من نفتهم احنا الموضوع هذا من نفتهم كل هرمون ايش داي سويلي بالجسم شنو وظيفته بالجسم ومن عنده ينفرز رح اعرف اني اذا صاد عدي ابنورمالتي بالجسم رح عفز ابنورمالتي سببه انه هذا الهرمون بيخلل هذا المقصد من الكلام اللي داعحتي صالي ساعة شباب زيان بالنسبة للادرينال مدولة شباب هذا حاج عفو بالادرينال مدولة ايدكم تعرفون المدولة اش تفرزلي تفرزلي الكاتكولامين الابنفرين والنور ابنفرين الاسم الثاني للابنفرين والنور ابنفرين يسمي الادرينالين والنور ادرينالين اوكي اذا الادرينالين اوكي الادرينالين الادرينالين نطيب الكارديك الرسط انا ينفرز عدي من السوبرارين المدولة من الادرينال قلاند اوكي واضح جيدا يقول لك يقول لك يقول لك يعني شنو يقول لك عكس الادرينال كورتيك هذا الحاج عفو هذا الحاج مو مهم يعني يقول لك مو مثل هرمونات كمان الادرينال كورتكس الادرينال مدولة هرموناته مو اسنشيال فور لايف وهذا الحكي طبعا مو كلش صحيح مو كلش دقيق اوكي بس الادرينال كورتكس لان اذا صامحنا عدي خلل بالاضوستيرون رح يصير عدي مثلا هابوكاليميو ممكن يديله الى كارديك الريس وكلش خطره هسا هابعدين يجي نحكي رح تفتهمون الحكي موالتي بس هس هذا حكي عفو الغاية من اسلاق هذا الجبته الغاية من هاي الثلاث جبته انو تحفظون فقط انو الرينا المدولة اشتفرز تفرز لابنفرين و المن والنور ابنفرين الكوتك والكوتك الامين اوكي زيان الاكشن موالكوتك الامين منفرز الكاتوك الامين الاكشن موالكوتك الامين لازم يعرفو الشنو طبعا اول شي زايد للهارت ريت تأكدوه يجب التأكدوه بإمكانك تأكدوه يوديها عليما على الكارديك اوكي اوكي ها بالنسبة للكوتك الكلامين خلوها ببالكم كارديكورو صبايا راتاري زيان يقول لك الويت الويت of the normal adrenal gland is approximately 4 غرام اوكي يعني قد وزن الادرينال المدولة اربعة غرام به هدو دستنكت كمبوننس اللي هنا الانر الادرينال مدولة والادرينال كورتكس اوكي عرفناها بيها مدولة وبها كورتكس زيان هاذا حاجة كلها عرفنا زيان وين موقعها نير the upper pulse of the of kidney هاي منعرفها انه موقعها وين بالأبر بوس ما للكدني يعني صار يعني بالجهة العليا ما للكدني زيان in the retro berytonium هاي مهمة انه تعرفها مو retro berytonium اوكي زيان within the gyrota capsule within the gyrota capsule اوكي هاي كل هاي لازم تخليه بواس فالgyrota capsule هي دائر مدائر الكدني اوكي زيان الرايت adrenal gland هي صار على جهة من قريبة من الليفر فان موقع حيقول لك الرايت صار يعني بين الليفر يقول لك between the right liver loop and the diaphragm من ورا اوكي يعني بين الدايفرام من جوة وبين الليفر loop من فوق هي صار close to and partial behind the inferior vena كافي هذا يعني خنقول specific location in one man مال الرايت adrenal gland اوكي هاي الرايت نتبهوا الرايت صار على الرايت liver وبين الدايفرام زيان الرايت تسطط طبعا اللوب مال الليفر بينما الرايت adrenal gland وان صار اقول لك هو على left kidney من اسمها left gland على left kidney and the renal medical زيان ادسكور بايشين وبين كرياتيك تيل الاسي بلين هاي طبعا left left شباب اوكي اذا شباب الرايت ارجوكم علمو تنحفظ ان ما ريد انا نعبر شي وحنا يعني مو كل شي ويا اللي ذا شي مو مهم الرايت صار وين من اسمه الرايت قلان صار على الرايت شو موجود موجود وبين شنو الدايف خلف من خلف الفيرا فينا كاف اوكي زيان والليفت كدني صار على الكدني والليفت ادريان الگلان صار تيل ما البنك رياس صار فوق اه اوكي والسبلين طبعا لان هو السبلين يمي البنك رياس فصار ثلاث فوق الليفت سوبرار الگلان هذا ك سبسيفي كيشن زيان وعرفنا البلد بالتفصيل عرفنا شنو الارترية والفينات فهذه كنا عرفنا وعرفنا الارترية بالنسبة للرايت سايد للفين يعني الرايت رايت ادريان الگلان اوكي يعني لدرين جمالتها المن للفين كاف بينما الليفت ادريان الگلان والدرين جمالتها للرين الوين اوكي زيان هذا كله افتهمنا حلو حلو الحتي الهيستولوجي حجيت لكم الهيستولوجي بالتفصيل هذا جبتكم هذا الاسلائي شباب بس التبو يا رجعن حبايبي حبايبي وياي حبايبي هذا بعه اذنني درخ اوكي درخ درخ اوكي درخ 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 شنو الدرخ شباب دكتور الدرخ من اقول لكم الزونا غلومريولوزة يفرز يفرز للألدوستيران الفاسكولاتا يفرز يفرز اللي الكليوكوكورتكويد اللي هو الكورتزول الزونا راتيكولار يفرز للاندروجين اللي هو تستستيران طبعا والأدرين المدولة يفرز للسترس هرمون اللي هو شنو الأبنفرين والنور أبنفرين طبعا الكورتزول هم يعتبر سترس هرمون واضح بس ما ينفرز بالمدولة ينفرز بالفاسكولاتا يعني من اقول لكم كل واحد يفرز لازم تعرفون شباب الزونا يفرز المينيرال كورتيكايد المينيرال كورتيكايد يعني من اسمه يعني يعني يتحكم جماعتهم والدايهايدرون والدسترون والأدرينال المدولة يفرز الابنفرين والنور أدرينال اوكي شباب ذني كلهم نفرز نوين بالأدرينال جلاند زيب اقول لك يعني يعني ترتبال على شكل زون الزونا الملوميولوز توجد صفحة صفحة الصفحة يمكن أن تكون صفحة 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 يعني يقول لك أنه هاي اللي صار بالطرف أنه صغيرة وخلايا مضغوطة مجعوصة الفاسكولات اللي صار بالنص هاي هذا الشكل ما لات هين وين سلح حينا هذا الشكل هاي الصفحة صار بالنص بها البت سيلز اوكي بعد كومبا تقوم صفحة 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 غير مهم ليس مهما ليس مهما شباب بس حفظ أنه أكو غلومريوزة أكو فاسكولات أكو ردو كولارز اوكي زيان الزون الأدرينا مدلة consist of thin layer of large gromophensial which synthesis store on secret cuticulamine اوكي الأدرينا المدلة شن الغائلة التي تصل لها انه يتفرز الكتوكولامين اوكي زيان الفكشن مال الأدرينا عرف نحن شن فكشن صغير لحد الأدرينا يفهز سова المنذة الم dates من يتحكم من الكتوكورت يتحكم بن المتابولزم الكورتزول هو الكورتزول يتحكم Jean خلنت كول المتابولزم المال يتحفظ عن طريق الكورتزول الكورتزول هرمون. اوكي زيان. والسكس هرمون اللي هنا التستسترون ده هذا الاندسترون اللي هو مسؤولات عن من مسؤولات عن البريبيوبرتال development of the sex organs. اوكي اللي هنا التستس والأوفاريس بالفيميال. اوكي شباب. المدول اللي ها بالنسبة المذني كل هنوين بالكورتكس. بينما المدولة اشتفرز لي تفرز الكاتوكلامي النار ابنفرين والابنفرين. اوكي. الشغلة كلش واضحة. زيان. الاندرغوجين ذني شاهن الاندروجين شباب. الاندروجين هذا اللي هو الثالث. الSEX hormones. هذا الثالث اللي هو انسمي الاندروجين. ذني. اوكي. الاندروجين قلنا احنا وين نفرز هسه من خلال حطي. شباب. هسه من خلال حطي. عوفوا. ابداعات قمكم اللي تشوفون. اوكي. مو بلدراني قلان. اوكي. ما حاجة لكم. وين ينفرز بالاندراني قلان. هل بالزونة المريولونة? هل بالفاسكلاتة? هل بالرتكولاريس? او هل بالمدل بالراتيكولاريس اوكي اوكي زيان الاندروجين شباب اللي هو يعني اللي هو الداي هايدرو اندسترون هذا طبعا قبل ليصير الاكتب فور مالته شنو الوظيفة مالته الفكشن مالته ها شباب يعني ذني ليس للحفظ شوكت لازم مهم انو تحفظوهن وين تحفظوهن بالاندوكراني سيستم بالكورس الثاني هسه منتاغلون باطنية بالكورس الثاني هسه شنو شباب يعني بس خلوهن ببالكم بس هو المسؤول عن الاندروجين اللي هنه السكس هرمون علو انو البرومات اللي بيدو السكس درايف يعني سكس درايف اوكي الافتر المينابوز هاي المينابوز الايفكت الفيمينازيشن سكس استيروت يعني علامات الانثوية اللي بيوبكراني بيوبيرتي بيان قوسيا اوكي شنو العلامات اللي دلن على البيوبيرتي بيوبيرتي هنه ضور الشعر العاني الى اخره هنه كون ان شاء الله دلن على البرومات شنو مسؤول عنهن مسؤول عنهن السكس هرمونز سكس هرمونز اللي هو الى استرولا تستيسترون اوكي انفرزن الى موقع عن ينفرزن بالادرينال مدلة بايدirs زيين ووين بعد انفرزن��فرزن باليو كيب الأدرينال مدل او كيب التستيس والى اووري. واضح شباب? زيان. سوري شباب بالراتيكولارس بالكورتكس. بالراتيكولارس. وينفرز القصد اريد اوصلكم اياه. انفرز عن طريقين? انفرز عن طريق الادريني الالقلاند. وينفرز عن طريق ما? عن طريق التستس. والاووري. اوكي? هل قريبتكم اوصلكم اياها لا اكثر ولا اقل? زيلا الكلوكا كورتكويد اجدكم اتعرفون انه هو الكورتيزول اوكي اللي هو الهايدرو كورتيزول طبعا نفسه الكورتكوستيرون والفكشن مالته انه شي سوي لي بروتين براكدان كلوكوس فرميشن لهذا الكلوكورتكويد يؤدي لي الى هايبر غلايسيمية اوكي يسوي لي ليبولايسيس اوكي رزيستنس تو سترس لانه هو سترس هرمون طبعا انتي انفلماتري افكت اوكي شباب هذا طبعا ليش هذا بعض الانتي انفلماتري افكت وين نستفاد من عنده هذا الشخاص دائما يصير اختنقون او اصير انفلماتشن كلش قويش نقول اطي هايدرو كورتيزول الهايدرو كورتيزول شنو هو 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 الكورتكويد واضح زيب بالنسبة للمينيرال كورتيكويد اللي هو الالدستيرون الالدستيرون طبعا هو هذا الالدستيرون يتحكم لي بشنو يتحكم لي بالمينيرال بعدISS وخصوصا تاثيرة علي تاثيرة على الصوديوم والبوتاسيوم الالدستيرون وطفية شباب يشاؤين بالكذني يعني الصوديوم يروح يشتغل الألدوستيرون يروح يشتغلي على الكدني يقولها يا كدني سلام عليكم يقولها وعليكم السلام يقولها كدني عزيزتي الصوديوم خليه بجسمك والبوتاسيوم طرحي إذن ش راح يسوي لي الصوديوم يسوي لي هايبر نتريمية بالدم وش سوي لي سوي لي هايبوكاليمية يعني إذا عدي ألدوستيرون عالي ش راح يصير عدي هايبوكاليمية وصير عدي هايبر نتريم ما خليه شغل ببالكم بالاضافة الى ان الالدستيران يساعد على كدنيا انه تطرح الهايدروجين ايون وبالتالي يتخلص من الاسد دي الزايد اذا الاسدوسيس واحد من يعني يعالج الاسدوسيس هو الالدستيران اوكي زيان الفكشن من الادرينالقلان الادرينالقلاند بلاي اباوية رول انه برسبونس السترس كتوكولامين باعب يقول لك انه ان الادرينالقلاند لما تتعرض السترس لها الدور كلش رئيسي بالاستجابة للسترس اذا اقول لك الكورتوكولامين are secreted by the adrenal medulla عرفناها هاي انه الكتوكولامين تنفرز تنفرز بواسط الادرينال المدulla انت كورتوكولستيرويد والدستيرون انت كورتوزول are synthesis by the adrenal cortex هاي اعيدكم تحفظوا شباب هذا السطر جدا مهم اوكي نفس الحشي الحشينا بس هو ارخص لكم يا الكتوكولامين بالمدulla كتوكولامين مدulla كتوكولامين مدulla اوكي زيان كورتوكولستيرويد الدستيرون اوكي طبعا هو الكورتوزول طبعا نفس الكورتوكولستيرويد اذا نقول لهم وين وين شباب بالاضافة الى السيرويد هرمونز السكس هرمونز اذا نفرز بالادرينال كورتكس اوكي زيان وياي شباب سيلس الف الادرينال مدلس من الادرينالين اللي هو النار ابنفرين والنار ابنفرين عن دوبامين اوكي شباب، سلاحش كلا حشينا زيان اقول لك السيلس الف الزونج اغلامريولولوز برديوس الدستيرون ويش رجوكو صوديم بوتاسيوم شباب رجوكم انتبهوا ياي شباب ليش اسمه ده يعيدون ويسقلون يعيدوا يسقل الالدستيرون ينفرز بالزونة غلوموريولوزة ينفرز بالأدرينال بالكورتكس الشسمة ينفرز بالفسكولاتة بالكورتكس اللي هو الكورتزون ليش كل سعدها يعيدون هذا الحاج يريد يشي يريدك يريدك تحفظ عمل عمل الأدرينال ليش يريدك تحفظ عمل لأن من تعرف عملها من يجيك المريض بأعراض معينة ومن سوي لسيتي أو أم آر آي أوكي وتكتشف يعني أكون أو هايبر بلايجية أوكي أو تكتشف أنه أكون تيومر وهو عنده أعراض زائل سبتم على موض سوي لسيرجري وتتخلص من الأدرينال هذا المغزر رئيسي من أنه تشلب لك على الوظائف مال من الزمان الأدرينال بالإضافة إلى أن الأدرينال من تعرف وظائف راح تعرف بالاندوكراني سيستم بالكورس الثاني راح تعرف الأمراض بصورة سهلة كل شيء أوكي لأن الأمراض نصها يعتمد على الفيسيولوجي نورمال فيسيولوجي هس أنا بحث صوت بالوظيفة ها كلها على موتكم زيان يقول لك التارجدورغانو بالأمراض هي ميوكوزة والسجلم والسيولوجي الميوكوزة يعني أكثر ميوكوزة أشياء القيودة بالإضافة لها أنه الميوكوزة والسيولوجي يقاضي. الالدستيرون بروموت بروموت صود يبقي بالجسيم والبوتاسيوم يطرحع. اوكي. يتخلص من البوتاسيوم. اذا علاج الهايبر كليمي انه نقطي الالدستيرون. اوكي. زيان. الموست امبورتن ريجولاتر او الالدستيرون سيكريشن. اللي هو الراس وتعرفونه. الراس سيستم. اوكي. خلا شرب ماء شباب لان شوية طبق صواتي. زيان. لحد انها مواضح شباب. يقول لك شنو اللي ينظم لعملي للالدستيرون يعني شنو يتحكم انه يقولها يا با ادراني قلاند حبيبتي عزيزتي. او مت فرزيلي. او اللي يتحكم شباب بعمل الالدستيرون. انتبهوا يا رجان. واع شباب حبايبه. اللي يتحكم بالكورتزول. واللي يتحكم بمن? اللي يتحكم بالالدستيرون. طبعا اكو اكثر من عوامل. بس داعتي بشكل رئيسي. هنا ثلاثين مين ينفرزين. انفرزين سواء الديستيرون سواء كورتزول. الالدستيرون جقلنا اسم الثاني. اسم اللي يعني مو هو اللي يتحكم بافراز الكورتزول. مين ينفرز الكورتزول؟ من الادريل من الكورتكس. زيان. اللي يتحكم بافراز الكورتزول. شنو هو شباب؟ ويا يا رجان. شنو هو يتحكم بافراز الكورتزول؟ يلا يا سبعي يقولي. الهايبوثالميك بتيوتر اكسس. صح لو لا؟ قبل شوية حتناه هاذ. هاذ هس هس وينه؟ دعتك اطلع بسراع. بداعتم وك اطلع بسراع. هاذ. هاذا يتحكم؟ يتحكم بافراز الكورتزول. اوكي؟ اوكي واضح لحد الآن؟ زيان. الادريلاليقلان شنو اللي ياثر عليها ويقولها فرزي يا ادريلاليقلان فرزي الدستيرون. الراس. اوكي؟ بالاضافة الى شنو؟ الى سيروبوتاسيوم لفل. الكي البوتاسيوم. كل ما يصر عندي سوري. 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 هايبركاليميا. هايبركاليميا. يعني كل ما يزداد البوتاسيوم بالدم. يابا? من يزداد اللي في المزيل بوتاسيوم كلش خطر شباب. الهايبركاليميا كل مصيبة بالدم. ممكن تؤدي Harrison he tuna плюс. يعني توقفين للقلب. يتخيلوا شخص يموت نتيجة罐 معالب جسمي. زيان. الهايبركاليميا من يلتفع لهاليبكاليميا? شين طائن 다들. يقول اسلام عليكم كدني الله بالخير. يقولها يا با وعليكم السلام. يقولها يا كدني فرزي ألدوستيرون على مود أني أتخلص من الكي اللي عندي هاي الكيدني تقل للأدرينالجلاند وحدة يم الثاني وحدة شاور الثاني وحدة يم اللخ واضح لحدان إذن الشغلات تتحكم بالألدوستيرون أدعوض لكم ياها ومهم أن تعرفوها من المرحلة أستاذي شباب لأنه هواي أمراض باليوريناري بالرينال بالباطنية بالمرحلة الخامسة باليوريناري وهواي أمراض بالأدرينالجلاند كل يعتمد على هذا المبدأ إنه الألدوستيروني شي يتحكم به يتحكم به الراس سيستيم ويتحكم به السيروم بوتاسيوم لفض ها لحد الآن من التفكي من حتى افتهمناها هسه افتهمنا شباب الفاكشن افتهمنا الفيسيولوجي افتهمنا الأنتومي وافتهمنا إنه شون دي تشتغل الأدرينالجلاند هسه شنو الدسؤوردرات ما الأدرينالجلاند الأدرينالجلاند بيها دسؤوردر يعني شنو بيها رح يصر خلل بعملها رح يصر خلل شنو بإفرازها المن لذني الهرمونات زين أو خلل بحجمها شنو الدسؤوردرات اللي هنا سأمطيكم يا بالمحاضرة دسؤوردرات اللي هنا سأمطيكم يا بالمحاضرة دسؤوردرات الأدرينالجلاند كورتكس زين دسؤوردرات اللي هنا سأمطيكم يا بالمحاضرة